السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مدارس بنات المستقبل قسم اللغة العربية الصف الخامس إعداد أمينة العدوان إشراف سوزان الحسامية أعزاء الطلباء نحن اليوم بصدد دراسة قصيدة في وجه عبد الله المحوجهون للشاعر الأردني حيدر محمود الذي اشتهر بشعره الوطني وقام بنظم هذه القصيدة في الذكرى السادسة والسبعين لميلادي جلالة الحسين طيب الله ثرى باني نهضة الأردن الحديث والآن سأقوم بقراءة الأبيات في وجه عبد الله ألمح وجهه ما زلت أسمع صوته وأراه أن التفت تحيط بعينا فكأنه بي ساكن وكأنني أحيا به أو أنني إياه من قال غاب وملء قلبي من شذا أنفاسه ورد يفوح شذا تلك ابتسامته تلك ابتسامته التي ما فارقت شفتيه مشرقة كشمس ضحا أنا لا أصدق أن يغيب الزهر عن بستانه والنهر عن مجراه في وجه عبد الله ألمح وجهه فكأنني ألقاه إذ ألقاه يا ابن الحسين ويا أباه على المدى ستظل خالدة بنا ذكرى والآن أعزائي الطلبة سنقوم بشرح الأبيات ونبدأ بالبيت الأول ما زلت أسمع صوته وأراه أن التفت تحيط بعيناه المعاني أن أينما التفت نظرت يقول الشاعر أنه لا زال يسمع صوت الحسين ويرى صورته أينما التفت بوجهه وكأن عيناه تحدق بالشاعر أما في البيت الثاني يقول الشاعر فكأنه بي ساكن وكأنني أحيا به أو أنني إياه معنى ساكن مقيم يقول الشاعر كأن الحسين ساكن بداخلي أو كأنه يحيا به أو أنهما متلازمان في العيش معا وهذا دلالة على التقارب الروحي بين المرحوم جلالة الحسين والشاعر في البيت الثالث من قال غاب وملء قلبي من شذا أنفاسه ورد يفوح شذا معنى يفوح ينتشر شذا رائحة طيبة يستغرب الشاعر قولهم أنه رحل لأنه يشم رائحته الطيبة المراعثة من أنفاسه كأنه ورد تفوح منه الرائحة الطيبة أما في البيت الرابع فيقول الشاعر تلك ابتسامته التي ما فارقت شفتيه مشرقة كشمس ضحا معنى فارقت أي رحلت أو غابت الضحا وقت ما قبل الظهرة في هذا البيت تظهر صورة فنية يصف فيها الشاعر ابتسامة الحسين التي لم تفارق شيفتيه كأنها شمس الضحا الصافية أنا لا أصدق أن يغيب الزهرة عن بستاني والنهر عن مجرى معنى مجرى المسار الذي يجري به ماء النهر يقول الشاعر أنه لا يصدق أن الزهرة لا ينبت في البستان أو أن النهر يغير مجرى الذي تعود أن يجري فيه كذلك ذكر الحسين لا تفارقه أو تغيب عن خياله الآن مع البيت السادس في وجه عبد الله ألمح وجهه فكأنني ألقاه إذ ألقاه معنى ألمح أرى يلمح الشاعر في وجه ابنه الملك عبد الله وجه أبيه الملك الحسين بن طلال طيب الله وثراه وعندما يلتقي به كأنه يلتقي بأبيه الراحل أما في البيت السابع فيقول الشاعر ويخاطب الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ويقول يا ابن الحسين ويا أباه على المدى ستظل خالدة بنا ذكرى خالدة باقية يخاطب الشاعر هنا الملك عبد الله ويقول له أنت ابن الحسين وابنك الحسين سيبقى ذكره سنبقى نذكر فيكم الحسين الراحل وستبقى ذكره خالدة فيكم وهكذا عزائي الطلبة قمنا بشرح الأبيات والآن ننتقل إلى الأفكار الواردة في الأبيات في البيت الأول والثاني تعبير الشاعر عن حبيه شديد للملك الحسين طيب الله وثراه والقرب الروحي بينهما أما في البيت الثالث والرابع وصف الشاعر أنفاس الحسين طيب الله وثراه وابتسامته أما في البيت الخامس عدم استيعاب وتصديق الشاعر لرحيل الحسين البيت السادس والسابع تظهر فيهم فكرة وهي ذكرى الحسين خالدة بوجود الملك عبد الله الثاني وابنه الحسين أعزائي الطلبة أتمنى أن تكون استفدتم من شرح هذه الأبيات واستفدتم من المعاني الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته